كيف كان مراهقون قديما فاتح بلاد الاندلس عبد الرحمن الناصر 21 سنة فاتح القسطنطينية محمد الفاتح 22 سنة قائد جيش المسلمين وفيها كبار الصحابة منهم ابو بكر وعمر اسامة ابن زيد 18 سنة فاتح بلاد السند محمد القاسم 17 سنة اول من رمى بسهم في الاسلام سعد ابن ابي وقاص 17 سنة فتح بيته بمكة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الارقم ابن ابي الارقم 16 سنة اكرم العرب في الاسلام طلح ابن عبيد الله 16 سنة حواري النبي صلى الله عليه وسلم واول من سل سيفا في الاسلام الزبير ابن العوام 15 سنة سيد اقوى قبيلة بين العرب قبل الاسلام عمر بن كالثوم 15 سنة قاتل فرعون هذه الامة ابو جهل بغزوة بدر معاذ ابن الجموح 13 سنة ومعوذ ابن عفراء 14 سنة تعلم لغة اليهود ب17 ليلة ترجمان النبي وكاتب الوحي زيد بن ثابت 13 سنة والله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة حين خرج للغزو عتاب بن اسيد 18 سنة شبابنا اليوم من رحم الله 25 سنة ولا زال مراهق نسأل الله له الهداية انه الغزو الفكري وبسبب هذا الغزو الفكري نسينا بان سن المراهقة هو بداية كتابة الملائكة لما يقوم به من اعمال وسيحاسب عليها فاذا هو سن الرشد وليس الطيش تأملوها جيدا شبابنا ذللوا انفسهم في سبل المعالي وما عرفوا سوى الاسلام دينا رضي الله عنهم ورضوا عنها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتنا على الحق الى ان نلقاه وان يجمعنا بهم ووالدينا ومن نحب في الفردوس الاعلى من الجنة بصحبة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليها والسلام عليكم ورحمة الله